انا ومازن اصحاب قلنا كثير اول عمل اشتغل مع بعض كان نفتح المسرح القومي عملنا وبحلم يا مصر كان اخراج الاستاذ طبعا عصام السيد وكان مازن طالع بدور ابني في المسرحية كنا نشتغل قبل كده عرض ميوزيكل تاني بس يعني ما حصلش نصيب مازن عرض علي فكرة ألمز وان احنا هنتدي نوثق المسرحية فطبعا رحبت بس اتفاجأت بالشغل معي يعني ان هو بيشتغل وان احنا بيشتغل كممثلين كان فعلا مختلف كمخرج تماما اولا دقيق جدا ومرتب الى اقصى درجة يعني لا مفيش حد بيبقى مديك انت النهاردة عندك جدوى الاعمال خطول الاسبوع وحاط التارجت لكل يوم يعني مثلا في مرحلة اولى هو مرتبها انها يخلص النهاردة الفاصل كذا والورق من كذا الكذا هو ده هيخلص هيخلص فكان فيه ترتيب انا بصراحة اشتغلت مصرح ادقيت برض خمس عرض مصرح اليه فبصراحة انا ما شفتش ده حاصل قبل كده دايما بنشتغل بيبقى فيه مجهود المصرح بقى وقته كبير ماذا انا عنده اشتغلنا كتير النهاردة اشتغلنا قليل ده التارجت لازم يتحط ويتنفذ كمان علشان جائحة كورونا فكان فيه لازم فيه حاجات كان احتياطات اللي كان معمولة بصراحة كانت بشدة استاذة ساميحة ايوب كانت لوحدها تماما كل شغلها كانت لوحدها تماما مع كاسة الاخراج بس الاستعراض كان بتعمل برضو لوحده على حدة الموسيقى كانت لوحدها على حدة الممثلين اللي كان ليهم ادوار معينة يعني لو النهاردة في الجدول مثلا اسمائي الممثلين موجودين النهاردة هما دول حيكونوا متوجدين لو مش مالهمش دور مش بيكونوا متوجدين الى انو وصلنا البروفات الجنرال بدأ بقى يجمع الناس بقى كلها مع بعض ممنوع وجود اي حد في المصر احملوش اي دور يعني اي فرد او اي حد موجود لأ مزل ما كانتش بيسمح بدا فانا سعيدة بجد وسعيدة وفخورة ان انا اشتغلت في عمل مهم بقيمة ألمز وصعبات وسعيدة اكتر ان اشتغلت مع اخوي وصديقي بجد ميزان غربة